اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مسقط اليوم مع معالية سيد اليكزاندر شالنبرغ وزير خارجية جمهورية النمسا وذلك بمناسبة اجتماع الدورة السابع والعشرين للمجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح أهداف البلدين الصديقين إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك